يا مسائل رواءان قبل اي حاجة صلوا عنا يا جدعان بيبدأ في المنى بقوات الجيش اللي بتحاول تسيطر على طيارة مخطوفة وبتساعد حد فيها على الهبوط بالطيارة بسلام وبتقول واحدة للقائد ان متوقع يكون الطيارة المساعد بتاعه ميتين وهو بيؤمر بوضع كل القناصين في مكانهم ويكونوا مستعدين وبتنزل الطيارة وبتقف في المطار وبيكون القناصين شايفين شخص في كبينة الطيار وبعدها باب الطيارة يتفتح وينزل منها طفل متعلق في برشوت ويتقدموا رجالي الجيش ويأخذوا الطفل ويظهر مرة تانية واحد في كبينة الطيار لكن القائد العسكري قال له لو اتحركت من مكانك هنضرب عليك نار وحط السماعات وإيدك فقراسك لكن هو بيقول له انه مش إرهابي وانه مصاب وبيطلب القائد من الشرطية انها تحاول تعرف من الطفل كل المعلومات من اول ما طلع الطيارة لحد ما نزل لكن الطفل بيكون مصدوم ومش بيتكلم خالص وبنرجع لقبل ركوب الطيارة وبتظهر واحدة شعرها واقع بسبب سرطان النخاع اسمها نادية وبتكون رايحة نيويورك علشان جلسات العلاج وبيكون ابنها الياس في المطار بيسلم الشنط لحد ما امه ترجع وبيساعد واحد اسمه فريد في شيل الشنط وبعدها امه بتسيبه وتروح الحمام علشان تاخد علاجها وبيتعرف الياس على فريد وبيحاول الياس يفاهمه حركة الكوكب وانهم هيسافروا بالنهار بس لما يوصلوا نيويورك يبقى بالنهار برضو فقال له فريد انه عائل انفازية ولما جات امه وقال لها ان ابنك ذاكي جدا وبيطلعوا الطيارة وبتكون المضيفة بتاخد طلبات مساعد الطيار باستيان والطيارة بتطير وبتفضل امه تقلب في الصور القديمة مع جوزها نيوكلاي وابنها هو صغير وبتفتكر لما كانوا بيلعبوا مع بعض في التلج ولما العربية اطلت بهم في مكان ضلمة ونيوكلاي راح يشوف حد يساعدهم وبعدها بيعمل واحد دوشة في الطيارة وبيجي المضيفين يحاولوا يمنعوه لكن فجأة بيظهر واحد كمان ويقتل المضيف وبعدها بيمسكوا واحد تاني ويقولولو فين المضيفة التالتة ولما بيقولو مكانها بيروح واحد يكتم بقها بالمخدة ويقتلها ويسلم الورق لزعيم العصابة وبعدها يقتله الاخير وبكده يكونوا سيطروا على الطيارة ويطلع باستيان هو كمان معاهم وحط السم للطيار وقتله ويكلم زعيم الطيارة الركاب من كبينة الطيار ويقولهم ان مطالبهم ملايق ولو ما عملوش اي مشاكل هيرجعوا تاني في سلام ويخلوهم يحطوا قديهم على الكراسي اللي قدامهم ويغير باستيان مسار الطيارة ولما النظام في المطار كلمهم قالهم انهم فقدوا اشارة النظام رد عليهم باستيان قالهم انه خطأ تقني وهيعدلوه وان كل حاجة تمام ويحاول الياس انه يقول لامه على مكان في الطيارة شافه على رسمة الطيارة يقدروا يستخبوا فيه ومحدش هيلاقيهم لكن امه قالت له لأ وانه ما يفضلوا مكانهم لكن الياس بيسيبها ويجري للمغبة اللي هو عاوزه وامه بتجري وراه ويشوفها واحد من العصابة ويضرب عليها نار ويقتالها ويرجع الياس للكرسي وقال له ما تتحركش تاني ويروحوا لفريد ويقولوا له سلام عليكم ويؤمروا انه يتحرك معاهم وبتكون نادية لسه عايشة بس اغمى عليها وبترجع لوقت مكان جوزها معاها وغاب عنها وخرجت هي وابنها تدور عليه في بيت جنب العربية وبتشوف اثار دمه وتلاقي واحد عامل زي الوحش بيهجم عليه وبتجري منه وتقفل الباب بسرعة وبعدها بتلاقي جوزها مقتول وبتحاول تهرب من المكان بس الوحش بيقدر انه يعضها من ايديها وبتقتله وبترجع تفوق وهي في الطيارة وبتستخبه في المكان اللي ابنها كان قيل عليه وبياخد زعيم العصابة ثلاثة بيتكلموا عربي علشان يقرأوا اللي مكتوب في ورقة ويبعتوها للندن وبتكون مهمتهم انهم يعملوا حادث كبير في لندن علشان يأثروا على اسعار الاسهم زي حادث 11 ستمبر وحادث مدريد 2004 لكن واحد قال انه مش عارف يقرأ عربي فقتلوا زعيم العصابة لانه كان في مصر خمس سنين وخلاهم يقولوا للحكومة انهم عصابة تابعة للخلافة وان هدفهم اسقاط الامة الكافرة وبييجي واحد من الاصابة اسمه جوري وبينزل في نفس المكان اللي نادية مستخبية فيه وبتكون خدت كلب صغير وبتشرب دمه وبيشوفها جوري وبتقدر تقتله وبتلاقي عندها قوة كبيرة وكمان اسنانها بترجع زي الاول وبيفضل زعيم الاصابة ينده لجوري وما بيردش عليه وبيروحوا يلقوه مقتول وبتشوف واحد من الاصابة هو بيزرع كنابل في الطيارة وواحد ثاني من الاصابة بيقولهم انهم عينزلوا من الطيارة وانهم لو حاولوا يلحقوهم هيفجروا كنابل الغاز وهيقتلوهم كلهم وبترجع نادية للركاب وتاخد الياس علشان تخبيف قط الطيار لكن مش بتلاقي الطيار ورجعت سألت عليه قالت لها المضيفة اللي لسه عايشة ان الطيار مات والمساعد بتاعه واحد من الاصابة وسألت عن حد يقدر يسوق الطيارة وفيه شاب بيدرس هندسة الطيارات خديته ورحه كبنت السواقة وبتعرف الاصابة انها لسه عايشة وبيرجعوا يدوروا عليها والركاب بيقولوا لهم انها في قط القيادة وبيروحوا لها وبيحاولوا يخلوها تفتح لكنها بترفض وبتقول للطيار الجديد انه يلف ويرجع تاني قال لها انه رب اقرب لكنها قالت له لازم ترجع وبيهددها زعيم الاصابة انه هيقتل واحد لو عدي ثلاثة وما فتحتش ولما بيعد وبيقتل اول واحد بتتوتر ويروح واحد من الاصابة ويجيب بنته صغيرة كمان وقال لها ان لسه فيه متين راكب وقبل ما يضرب النار على البنت الصغيرة بتخرج وتهجم عليه وتعضه وبيهربوا باقي العصابة وبتجيب سكينة وتقتل زعيم العصابة ويروح واحد من الاصابة وياخد شنطتها ويدور فيها على اي حاجة وبيلاقي مذكراتها وبيعرف انها مصاص الدماء وانها بتخاف من الشمس وبيكرر انه هيستخدم كشفات الاشعة فوق البنفسجية قصادها وبتروح تقول الياس يفتح الباب لكن الطيار بيخاف ومش بيفتحها لها وهي قالت له انه عنده حق وانه جواب امان وما يفتحش الحد وبتفكر نادية لما مصاص الدماء عضها وقتلته وبتروح نفس المكان وبتلاقيه ابوه واللي حاول يقتلها لكن هي قبل ما تموته قال لها ان ده شر ولازم العالم يتخلص مننا وبتقتله وبتولع في المكان كله وبتكرر الاصابة انها تغير وجهة الطيارة تاني وتحاول تقتل نادية وبعدين يهربوا وبيخرج الياس من القوضة وبيحاول ينكزهم اللغم عليها في الحمام وبيحاول اتبه لانه يضربها وبيبقى ماسك رمح خشف في ايده وأول ما بتقرب منه بيحط الكشاف في وشها ولما بتفقد الوعي بيسحب منها دم بالحقنة وقبل ما يقتلها بالرمح الياس بيهدده بالمسدس وبيقرب من الياس وبيأخذ منه المسدس وبتضرب طلقة تكسر الازاز وبيقل الاكسجين وما بيكونش حد قادر يتنفس وبيكونوا لازم ينزلوا بمستوى الطيران علشان الضخط وبيكون الطيار البديل جوه ومش عاوز يفتح لهم لكن لما قل الاكسجين مات جوه القوضة وبيدخل باستيان ويغير اتجاه الطيارة لندن علشان تتضمر هناك وبياخد فريد الياس ويدخل القوضة تاني يستخبه وبتنزل نادية لأيدبول وتلاقيه مستخبف عربية مصفحة وبتحاول تضرب عليه نار لكن ما بيعديش من ازاز العربية وبيطلع ايدبول حقنة الدم وبياخدها علشان يتحول مصص دماغ زيها وبتحاول تمنعه ومش بتعرف وبتروح بسرعة وتجيب كابريت وخمرة وتدلقها في خرم الازاز وتولع في العربية لكن نظام الطيارة بيشتغل ويطف الحريق قبل ايدبول ما يموت وبتيجي لأصابة لندية وبتهرب لكن لما بيفتحوا العربية ايدبول بيهجم عليهم ويعضهم وبيهرب بستيان وبتتأكد نادية انه ما تعدش وبتحاول تقفل عليهم تحته وميطلعوش لباقي الركاب اللي متجمعين علشان يحاولوا يحمي نفسهم بأي طريقة ويقتلوا مصصين الدماء وبيتصاب رجل اعمال في الطيارة في بطنه وقته هروب الركاب وبيقفلوا كل الطرق للاصابة انهم يطلعوا للركاب لكن وفريد بيحاول يقفل عليهم هو وندية واحد بيعضي ايده وبسرعة نادية بتقطع في ايده علشان ما يتحولش زيهم وبياخد فريد الياس وبيروحوا لباقي الركاب علشان يلاقوا دكتورة تعالج ايده وبتاخد بستيان لقط القيادة وبتقوله يرجع بيهم تاني ومايروحش ناحية لندن وبتروح دكتورة الرجل الاعمال تعالجه بس حالته كانت صعبة وهيموت وقال لها انه هيديها مليون دولار قالت له فلوسك مش هتنفعك دلوقتي وبيكلم بستيان المطار وبيقولهم ان الطيارة تخطفت وهم قدروا يحجزوا المجرمين وبيروح رجل الاعمال يفتح الباب لأيدبل ويقول له عضني علشان مش عاوز اموت لكن ايدبل بيدرابه ويدخل وبتبدأ الاصابة تدخل على الركاب وتعض فيهم وكلهم راحوا ناحية قط القيادة وكلهم اتحولوا المصصين دماء وبتقول نادية انهم المفروض يجيبوا جهاز التفجير من زائم الاصابة ويفجروا الطيارة علشان مصصين الدماء لو نزلوا من الطيارة هيحتلوا العالم لكن ما بيكونش فيه مخرج غير مكان صغير وبترفض نادية ان الياس يروح ويخاطر لانه ممكن يتعض لكن الياس بياخد الكشاف ويعد بسرعة وبيوصل لزائم الاصابة وهو مقتول وبيدور في جيبه وبيقول له باستيان ان جهاز التفجير هو التليفون وبياخده منه لكن بيهجم عليه الزومبي وبيقع منه الكشاف وبيستخبه تحت العربية وبيتحاصر من الزومبي وبيأتي ايدبل ويعاوز يعده وبتسأل نادية ان الطياري القالي هيقدر يقف بالطيارة باستيان قال لها لا وانهم بس محتاجين حد يضغط على الفرامل واي حد يقدر يعملها وبتطلب من فريد انه يوعدها يخلي باله من الياس وبيوعدها وبتهجم على باستيان وبتقتله وبعدين تفتح الباب وتسلمه المصصين الدماء يكلوه وبتروح تنقذ ابنها لكن ايدبل بيقدر يهزم نادية وكان رايح ياتل الياس لكن الياس استخدم التليفون وفجر الكمبيلة اللي جنبه وفتح باب الطيارة وجات نادية وقعته وبتنام نادية من التعب ويكون ايدبل موقعش لسه ومسك في الطيارة وبيحاول ياخد رجل الياس لكن فريد يساعده يقفل الطيران الآلي ويميل بالطيارة علشان الشمس تيجي في ايدبل ويموت وبيحاول الياس يفوق أمه لكن ما بيقدرش وبيعور نفسه ويخليها تشرب الدم علشان تفوق لكن لما بتفوق مش بتسمح له يقرب منها وبتسيبه وتابعد وبعدها بيظهر الياس وهو مع الشرطة وحكى لهم كل حاجة ويقول لهم انهم لازم ينقذوا فريد وانهم لازم يخرجوا ويفجروا الطيارة لكن الشرطة بتقول انه في صدمة ويطلبوا الاسعاف تأخذه ويكون فريد بيحاول يقنع الشرطة والجيش النبريء ولازم يخرجوه بس بيردوا عليه ويقولوله لما تخرج الركاب الاول وهو عمال يقولهم انهم ماتوا ويأمر القائد انهم يضربوا بالكناصة ويهرب فريد ويقرر يفجر الطيارة وهو جواها لكن الشرطة بتدخل وطابد عليه قبل ما يعمل حاجة ويدخلوا رجالة الشرطة ومقصصين الدماء بيهجموا عليهم ويقدر الياس انه يهرب من عربية الاسعاف ويروح ناحية الطيارة علشان ينقذ فريد لكن بيلاقوا امه بتقتل رجالة الشرطة ولما بيندع عليها بيلاقيها جاية تهجم عليه وبيطلع التليفون ويفجر الطيارة كلها وامه بتموت ويأتي فريد ياخده والقائد بيقولهم سيبوا فريد يمشي وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم الفيلم ده لو عجبك بقى يعني يريد تروح تعمل فولو لصفحة فيلم في الصهرة وبرضه ما تنساش تعمل لنا فولو على الانستة وتنزل تحت على الفيديو ده تعمل لايك وكومنت وشير لصحابك ولو انت مش مشترك في القناة انزل حيانا اشترك وفعل الجرس علشان يصلك كل جديد وبس كده سلام اشتركوا في القناة